اليوم وأنا أقلب بالأوراق وأفتر بالمواقع الاجتماعية وأقرأ في موضوعات متعددة ذكرت هذا المثل أو الحكمة اللي نقول من حفرة حفرة لأخيه وقع فيها هذا المثل أو الحكمة ذكرتها والجماعة اليوم لليادات مجمولين بمفهوم الكتلة الأكبر وتتدرون تماما ما الذي حصل بالكتلة الأكبر أو الكتلة الأكبر وشلون في مرحلة من المراحل بعضا من السياسيين استخدم قوته واستخدم نفوذه في تغيير مصطلحات دستورية هذا الكلام أنا لا أريد أن أعود إليه لأنه معروف تماما وفسرت الكتلة الأكبر في 2010 وشكلنا حكومة في 2010 بناء على الكتلة الأكبر وجينا إلى 2014 ولقين الكتلة الأكبر بعض الأحيان ما توالم ما يسمونها بالقادة اليوم فشلون نودي الكتلة الأكبر مطيناها يمنى وديناها يسرى رجعناها يمنى لم نمناها لغمطناها سوين أكبر جينا إلى 2018 هم قاعدة والولد سودا عليها وهالتعب ولياله نهار سهرانين وقالها الحكومة مزورة والحكومة بيها والصراديقين احترقين والمفوضية على الأشكالات وبدلنا المفوضية أو تيتي تيتي مثل ما رح تي جي تي وهم أجهدنا الولد بالكتلة الأكبر يابا شلون الكتلة الأكبر؟ شلون راح نشكل حكومة؟ شلون؟ طلعونا بمصطلحات غريبة لا طعمة لها ولا رائحة جونا بالتوافق النوب ولكن لدينا محاصصة والنوب طلعت لنا توافق على قضية الكتلة الأكبر اتحدث سائرون واتحدث الفتح وقالوها هنا قالوا طلعوا لهم مرشح يابا ليش؟ قالوا خوفا على العملية السياسية التنهار زيال ما تقولوا للعملية السياسية هذا الخوف عليها من النيار بعد 2016 رأى التنهار وبال2012 رأى التنهار وبال2014 رأى التنهار وبال2018 رأى التنهار هالعملية السياسية مثل واحد مقرم وممشي على عكازاته اشوكت هالعملية السياسية سير بها حظ وتوقف عرجلها وتسوي دولة وتسوي قانون وتسوي حكومة وتحترم القانون وتحترم الإرادة الجماهرية وتحترم الدستور وتمشي عادل قضيتوها وانا من ذاك اليوم خوفه هس انهارت العملية السياسية هس انهارت العملية السياسية وبعدنا ندور على الكتلة الاكبر لان مرشح سايرون والفتح وقع اخر بيتي ما ادبرها الرجال هس سمرده ناقض سوتي سوتي الولد وقعت هس نريد ان رئيس وزراء جديد همر الدول ولد من جديد شون الكتلة الاكبر ياري شكل الكتلة الاكبر سايرون قالت متنازلة ظلت هاي البقية الباقية التي تبحث وما زالت تبحث عن مناصب تدور على الكتلة الاكبر السيد رئيس البرلمان حفظه الله ورعاه وجه كتاب الى السيد رئيس الجمهورية قال ليابا انت رشح انه مرشح الولد زعله قالوا لا نحن الان نجمع تواقع لتشكيل الكتلة الاكبر زين يا هل رح يسوي الكتلة الاكبر زين هل المتظاهرين والثوار اليوم راضين انتوا تسوون كتلة اكبر ليشوياها الهجم البيض غير الكتلة الاكبر زين الكتلة الاكبر رشعت عادل عبد المادي اللي الان بذمته اربعمائة شهيد وسبعتاش الف جريح مسؤولة الكتلة الاكبر عن مرشحها تقبل اليوم تتحاسب امام الشعب لانه رشحت واحد لان ابنهم رئيس الوزراء وجهت للشعب واللقوى السياسية وقالت هذا مرشحنا راح يقود نظل احنا بهذا الشكل انتوا بعدكم مصدقين انه الناس اطلع كتلة اكبر كان الناس المنطالعة المنطد ما زين وفيما اذا لم تشكل الكتلة الاكبر واذا لم ينجح السيد الرئيس الجمهورية في ترشيح احد فانه سيذهب الى المحكمة الاتحادية بعد ان يصبح رئيسا للوزراء بالوكالة ليقول ما هي الكتلة الاكبر بشرفكم هذا شغل سياسي؟ بشرفكم هذا شغل بناء دولة؟ بشرفكم هذا يصير بشعب مثل الشعب العراقي وشفت الناس ومتلاهرين اليوم مستوى الوعي المتأكد قد الناس وعد الشباب